لإشعار الطفل العراقي بضرورة المطالبة بحقه في الحياة بعيدا عن التشرد والضيع احتضنت البصرة فعالية مهرجان حقوق الطفل فمن بين خمس قصص كتبت في خمس محافظات عراقية كانت قصة البصرة القصيرة على لسان كاتبتها منبهة للجهات الحكومية بحق الأطفال في الرعاية الصحية لتناقش بأجواء كهذه تماشيا مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا هي منبهة لكل الجهات التي ممكن أن تدعم الطفل وتعطي حقوقها في الدستور العراقي ليس تعطي حقوقها وإنما تفعل حقوقها لأن هذه الحقوق موجودة في الدستور وهو كأي مواطن آخر من حق أن يتمتع بهذه الحقوق مثلا في دور الأيتام أو في مراكز تجمعهم لظرف أو لآخر أو عن طريق منظمات أخرى لأنه بسبب غلق المدارس وظرف كورونا نحاول أن نغطي أكبر عدد ممكن من الأطفال وتعددت أهداف النشاط متفرعة من ضرورة التعليم والرعاية إلى تحذير المجتمع من المخاطر الناجمة عن سيطرة الأجهزة الألكترونية على الأطفال والتي قتلت ملايين المواهب وعامة دون تخصيص تحذر العناصر المدنية جامعة جهات الحكومية المختصة بضرورة الاهتمام بالأطفال تقليلا للأرقام المخيفة المسجلة لانتهاك حقوق الأطفال في العراق عموما والبصرة خصوصا التعليم ضروري للطفل لأن حقيقة هؤلاء هم المستقبل العراق أساسا الطفل مهمل عندنا ويحتاج إلى الكثير من البرامج وإلى الكثير من الاحتفاليات أو الاهتمامات والمشاريع التي تنمي مواهب كافة ستعمل عيونهم بالموبايل بدون داعي والشمال الزيد الموضوع أنه الدراسة صارت على الموبايل تنبيه المدني للجهات الحكومية بضرورة تفعيل حقوق الأطفال المشرعة دستورا غير المفعلة على أرض الواقع لإنقاذ أطفالنا من خطر التقاطعات والعمل في سن مبكرة والتشرد من التعليم من البصرة أركان تقي قناة التغيير